السلام عليكم و مرحبا بكم معنا اليوم سوف نقدمه اليوم وصفة جديدة كريب مالح ساهل و في متناول الجميع ان شاء الله و انتمنينا الإعجاب ديالكم على بركتي الله نبدأوا المقادر لدينا سطر الحليب جوج بيضات جوج كسان الطحين معلقة زبدة و زيت زيتون دايبة لدينا فرمج محكوك لدينا ملحة زعتر و البزعر سوف نشد المقادر و سوف نخلضرهم في الخلاط الكهربائي سوف نبدأ نستطر الحليب نصفف لتر حليب نزيد عليه جوج كسان الطحين ديال الدقيق الأبيض ديال الدقيق ثم نزيد البيض مع الخليط نزيد الزبدة 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 نزيد 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 بزار من أجل تنسي موصفة نزيد الزعتر سوف نزيد الزعتر سوف نزيد الزعتر سوف نزيد ملحة حسب الزبدة ثم نزيد 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 ثم نزيد نزيد ثم نزيد 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 ثم نزيد ثم نغطيه نغطيه بلاستيك غدائي سوف ارتاح 10 دقائق بعد ارتاح 10 دقائق سوف ارتاح 10 دقائق سوف ندهن الزبدة كما تلصق ونبدأ في الطياب ندر استخدام 1 دقائق من المرحلة لن ارتاح 10 دقائق ونشوف مرحلة يقلب لن يتحمل بعد ارتاح يقلب تقلب ثم نقوم بتحمر ونقوم بعمرها نضغطها نكمل نكمل هذا هو حمارة نكمل الكريب نتمنى هنا الإعجاب يجبوني و يجبوني يجبوني و يجبوني و يجبوني و يجبوني و يجبوني و يجبوني هنا هنا الإعجاب سأبدأ الحشوة نحن نعمر بها لحم المفروم 1 كفتة 200-300 جرام لحم المفروم لحم المفروم 1 كفتة 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 2 addition أضع 1 كفتة خرقوم 3عت 1 جميل ثم 1 جشف 1 جد المفرقة 1 جز ét أيها الأمر إصابة سوف نقلع هذه الحشوة سوف نبدأ على بركة الله سوف نضيف البصلة الأولى سوف نشحرها جيدا هنا الحشوة على حسب الإختيار سوف نبدأ بلاست الكفتة نضيف دجاج أو دند نضيف البصلة نضيف البصلة إلا نضيف البصلة ثم نضيف المنزل نزيد العطرية نستمر في التحريك نستمر في التحريك لتنسج من المكونات ودخلنا العطرية في البصلة وفخيزه وفي القرعة ونزيد القصبر ومعد نوس ونزيد القصبر ومعد نوس يضع الماء بخزوى ونجعلهم قليلا ونشحر معهم وصراحة هذا الماء بظل كما ترون معنا قلنا الاحم المفروم نفتتها مع الحشوة نفتتها مزيان تطيب تطيب معنا بعد حشوة نبدأ في التعمار هذا هو خيب بعد حشوة يصبح حرقين وبنان نتقام مزيان و سهل نتقام مزيان ثم نضيف نضيف تطيب لتعبش نضيف كي تقوم برد نقوم برد وكيف تقوم برد نقطع الأجيز وكيف تحديد كيف تستطيع التجاج و بلادان و اخرى استطاع الحشواء لا أريد طيابها سأجدوا بسطلة كبيرة نضيف ملحة و البزار نضيف الطون معلب نضيف شحر نضيف و نفق سفقها نضيف أنه الخدمات من يمكننا تكليلهم و أطلعهم لذيذة مضيفة و سهلة لقد تجربوا U-b-b-2 نبدأ بكم بخبتهم سأجده وحصول نضيف في مجرس نضع الحشواء في الواسط نضع فرمج ساندويتش نضع الحشواء في الواسط نضع فرمج ساندويتش نضع الحشواء في الواسط نضع المقلان في الواسط نضع حينها نضع حينها نضع مقلان بشكل أفضل نعود معاكم واحدة اخرى دباطة سوف نضيف معاكم ديالة الطون ديالة الطون لا نضيف فيها فرمج الصندويت لا نضيف فرمج احمر نضيف فرمج الصندويت نضيف معاكم نضيف معاكم نضيف معاكم أختياري نضيف بيضا نضيف بيضا ونقليوهم في الزيت هذه هي طريقة اختيارية ونضيف من المقلاة سوف نضيف معاكم أتضيف مقلاة بيضا ونضيف حتى نضيف ونضيف حتى نضيف من الفرمج الصندويت ونضيف من المقلاة نضيف هذه طريقة اختيارية لكم ونضيف نضيف ونضيف طريقة العادية نضيف ونضيف كما تشوفو معانا هي كاتتحمر سوف نحطوها ندير وكاغت ديال اللي كينشف الزيت ونحطوها وبسحاور راحة ان شاء الله هذه هي الطريقة العادية اللي كنطيبو بها اللي كخيب ديالنا في المقلة ما كتلسقش وكنطيبوهم معك نخليهم تيتحمروا شوية من التحت وعودا نقلبوهم ونخليهم يتحمروا عوداني من فوق وبقى هكا نجيبو هكا معلقاها كايا باش نهزوه ونمعسوهم هكا شي شوية باش يتحمروا معانا كما كتشوفوها وما تتحمروا بذوي كيتحمروا نقلبو فيهم تيتحمروا لنا مجو الجوانب مجو الجوانب جهاز وننهزوهم ونحطوهم اول شكل النهائي ديالو يجمعنا زوين وبنين والديد الصراحة يجي رائع وزوقنا بشوية ديال فرماج محكوك ومعدنوس من الفوق نتمنينا الاعجاب ديالكم وتقدو تعمروا باي حوشوة عندكم اللي كانت عندكم في الدار يعني ماشي ضروري يا بناد ما ديوجدوشي حوشوة اللي هذا سوناش بالتعليقات ديالكم وباللايك والمشاركة مع الفيديو مع الاحباب والاصدقاء وشكرا على المتابعة